اهلا بيكو اصدقاء اليوتيوب الفترة اللي احنا فيها دي فترة صعبة جدا على العملات الرقمية وخصوصا مبتدئين جداد في العملات الرقمية والاستثمار تمام احنا نتكلم النهاردة على مواضيع كتيرة وهل فعلا ممكن نبيع دلوقتي الافضل نبيع دلوقتي ولا الافضل نستنى شوية وايه الفترة القادمة وايه الحاجات اللي قلقاني ومخوفاني جدا من العملات الرقمية وايه الحاجات اللي خلياني استحمل العملات الرقمية واستحمل الانهيارات اللي بتحصل في السوق هنتكلم كلام ده كله في الفيديو بس قبل ما نبتدي افكركم ادعمكم بالقناة بعمل لايك وشير الفيديو واشتراك في القناة واتفعل الجرش وصلاة كل جديد وتقروا معناه صندوق الوصف تحت الفيديو في معلومات معلومات مهمة لكم واللي حابب يسجل في منصات تداول وعملات رقمية زي منصة باينانس منصة كوكوين ومنصة بايبيت العملاقة كل كلام ده في صندوق الوصف تحت الفيديو هتلاقي مكتوب بالتفصيل تمام وبس افكر الناس اللي سجلت من كم يوم في منصات تداول وعملات رقمية من خلال الريفرال الموجود في الصندوق الوصف يا جماعة هم بيبعتولي رسالة بيقول لازم تلحق في خلال اسبوع تعمل تداول بحوالي ميت دولار او ميت يوز دي تي او اكتر عشان تستفاد بالهداية الترحبية هم بيدولك هداية ترحبية لما بتسجل وتبتدي تداول مباشرة فلازم توسق حسابك وتسجل وتعمل اداع وتداول في اول اسبوع تمام نبتدي عشان ما طولش عليكم طبعا الاسواق النهاردة او بقالها كزا يوم منهارة جدا وباللون الاحمر كان عملت صعود وباللون عملت هبوط والناس متخوفة جدا ومرعوبة انا في حاجات مخوفاني هنتكلم على الحاجات المخوفاني وبعدين نتكلم على ايه اللي هيحصل في الفترة القصيرة القادمة على المدى البعيد تمام نبتدي اول حاجات القاني من اللي بيحصل عند احداث سياسية عندك مثلا كوريا الشمالية بعتت عشر تلاف كونتينر محملة بخمسة ومليون قذيفة لروسيا وده طبعا احنا كده كشكلهم بيحضروا لحرب عالمية دي الحاجات اللي تقلقنا جماعة كلنا طبعا الناتو هنا كان بوتين يعني اقترح في سلام خطة سلام بينهم بين اوكرانيا ولكن الناتو رفضها هم مش عايزين سلامهم عايزين دمه وحربه وغسيل اموال بقى عشان يساعده اوكرانيا وكل رئيس دولة بيبعت فلوس وطبعا لنسبة من الفلوس دي فده هو ده اللي بيحصل في العالم كله تمام فكلما طول الحرب كلما فيه ناس كتير بتستفاد روسيا اعتمدت رسميا ان اليوان الصيني اصبح العملة الرئيسية الاجنبية في روسيا اليوان الصيني روسيا اعتمدت ان اليوان الصيني اصبح العملة الرئيسية الاجنبية في روسيا فده طبعا خلي بالك بنتكلم على حاجات ان الفترة القادمة في تغييرات برضو في الحاجات في العملات في اسعار العملات زي الدولار اليورو اليوان الصيني الروبل الروسي في تغييرات هتحصل الفترة القادمة كبيرة جدا والبيترو دولار والحاجات اللي حصلت الفترة اللي فاتت دي بتقولك ان مستقبل الدولار في خطر مستقبل الدولار تماما في خطر في عندك هنا خبر مثلا بيقولك برضو بيقولك الكلام دك بيقولك ان اكتر من 70 مليار دولار خلاص مش هيتم يتعامل بيهم في العالم في التجارة العالمية اكتر من 70 مليار دولار ده كبداية لسه في المستقبل حيحصل هايزيد المبلغ يعني دلوقتي 70 مليار دولار مش مبلغ هاين للتجارة فهيزيد المبلغ مع الوقت حتبصت لاقي ان الدولار بيفقد هيمنته محدش يطمنك ويقولك الدولار هيهاي من مدى الحياة كل امبراطورية لها فترة وتموت فخلي بالكم الفترة اللي جاية دي فيه تغييرات لو حصل انهيار في الدولار قوي أو انهيار مش انهيار طبعا هيأصل على سعره وتأثير كبير بس الناس هتتجه للملازل آمن الدهب العقارات الأسهم البيتكوين والعملات الرقمية فده في مصلحتنا كلنا أن يحصل مشكلة في الدولار يعني عشان الدكتاتورية اللي في العالم من جهة أمريكا دي تقل اللي لازم يحصل حاجة في الدولار الأمريكي تمام دي الحاجات اللي مخوفاني بقى نتكلم بقى على الحاجات الكويسة اللي أنا متوقعها المدى القصير والمدى البعيد هتنطلق انطلاقة قوية جدا كل العملات الرقمية البيتكوين والعملات الرقمية كلها نتكلم على الخبر ده استراليا هيبتدي من يوم عشرين يونيو يعني كمان خمسة أيام يتم التداول على الـ ETF الخاص بالبيتكوين في استراليا ده خلي بالكو ده بيجمع معدها وبيجمع معدها كذا دولة وكذا بورصة تبص تلاقي ان فيه طلب أكتر على البيتكوين وفجأة تلاقي البيتكوين عمال يعمل صعود يحصل فيه صعود قوي الفترة اللي جاية دي طيب الخبر ده الخبر ده عندك الـ الـ بيكلم على الـ الـ الخاص بالـ احتمال ان يبتدي التداول عليه في شهر يوليو القادم يعني كمان اسبوعين اتنين يوليو بقولك احتمال فانا متوقع انه يحصل في يوليو ابتدي فعلا تداول على الـ الـ الخاص بالـ الخبر ده فعلا لو في يوليو حصل التداول على الـ الـ الخاص بالـ قبلها هتلاقي الأسعار بتطلع وهتعمل صعود قوي كمان حسب بقى التداول وحسب التداول والهجوم على الـ هايحصل صعود قوي او هايحصل صعود متوسط صعود اعتقد انه يحصل صعود قوي على الـ بقى انه يحصل هبوط ويحصل هبوط وتزابزب قوي بالنسبة للـ وبيت العملات الرقمية بس انا متوقع على المدى القصير هيحصل تزابزب عالي ممكن نحقق فيه ارباح قوية جدا بيع وشراء واستثمار عالي فترة اللي جاية دي فترة قصيرة وحنتكلم عن المدى البعيد برضو فيه خبر عن شركة شركة الريبل طبعا شركة الريبل في القضية بتاعتها مع الـ بيقولك انه هو زي ما حصل مع بين الـ و القضية بتاعة زي ما غرموهم بس حسبوها نسبة وتناسب الـ عايز يغرم شركة الريبل اتنين مليار فبيقولك شركة الريبل بتقولك الكافي أو العدل يعني والكافي نوعي بقى بالكتير 10 مليون دولار الغرامة وانا اعتقد ان الفترة دي هيحصل فيها تسوية الفترة القادمة القريبة دي يعني قبل نهاية السنة هيحصل تسوية بين شركة الريبل والاساسي بمجرد ما يحصل تسوية ودفع الغرامة الاكس ار بي هينطلق انطلاقة قوية جدا الفترة القادمة وممكن قبل حتى اول ما بتدي اول ما تسمع عن اخبار جيدة في موضوع القضية الاكس ار بي ممكن فعلا ينطلق يعدي الدولار وبعد كده يبتدي ينطلق يكمل رحلته لتلاتة دولار وفي ناس بيقولك لخمسة دولار بس انا متوقع انه يزيد اكتر من خمسة دولار فانا شايف بس على المدى يعني المدى البعيد مش مدى القريب فهو بس هيعدي الدولار على طول بمجرد ما يحصل انفراجة في موضوع القضية بتاعت الاكس ار بي لان نخلي بالكو مجتمع الاكس ار بي هو مجتمع كبير جدا ولكن التداول الناس عندها احباط فابتدت تتداول في عملات تانية لذلك فيه الاكس ار بي عليه قبلية اقل من الاول بسبب خيبة الامل او الاحباط اللي عند الناس لذلك هو سعره قليل فبمجرد ما يحصل انفراجة في القضية وكل المحللين البلومبيرج وغولدمن ساكس كل الناس تكلموا جي بي مورغان كل الناس تكلمت على الاكس ار بي هو اللي محجم سعره لغاية دلوقتي بخليه سعره قليل له هو سبب القضية يعني هم عارفين انها عملة قوية وعارفين لا لها استخدام قوي كمان تمام فالاخبار احنا بنتكلم على الاخبار على المدى البعيد الاخبار جيدة جدا وحينطلق انطلاقة ان شاء الله قريبا انطلاقة قوية رائعة جدا تمام عندك الاخبار التانية هنتكلم فيها ونقول لك على المدى البعيد على نهاية السنة بداية السنة الجديدة انت هتحقق ارباح بالملايين بس محتاجة شوية صبر مننا هو هنا روبرت روبرت كوازاكي بيشجع الناس انها تشتري البيتكوين روبرت كوازاكي بيشجع الناس تشتري البيتكوين ويستسمره في البيتكوين وهو بيستسمر في البيتكوين بكميات كبيرة تمام في حتى كنت خبر انا كان برضو كان تغريدة كان كاتبة انا كنت بترجمة ومنزلة على تويتر عندي على الصفحة الرسمية بيقول لك يقول روبرت كوازاكي البيتكوين اسهل طريقة لتصبح مليونيرا من الصعب كسب الملايين كرائد اعمال اعلم يجب ان تكون ذكيا ومتفانيا ومحظوصا لتصبح مليونيرا انا اقوم ده هو روبرت كوازاكي بيقول الكلام ده انا اقوم بحفظ البيتكوين لان البيتكوين تقوم بالعمل الشاق من اجلي لهذا السبب احب البيتكوين يعني بيشتري البيتكوين وهو اللي يعمل له الارباح من غير ما يعمل اي حاجة هو فعلا عمل كده البيتكوين عمل كده مع ناس كتير هقال لهم ارباح بالمليارات مجرد ان هم اشتروا لمدة سنة سنتين ثلاثة وعمل لهم ارباح بالملايين او بالمليارات تمام عندك براد جارلينج هاوس الرئيس التنفيذي لشركة الريبل كان فيه عمل لقاء هنا بيتكلم على البيتكوين وازاي البيتكوين حينمو نمو او هو بينمو نمو زي الفترة بتاعة بداية الانترنت ونمو الانترنت فهم يعني الناس دي جماعة المؤسسة الضخمة دي والناس الكبيرة دي هم عارفين بيعملوا ايه بصرفوا مليارات في حاجات كتيرة جدا فيه بخصوص العملات الرقمية هم مش بيرموا فلوسهم في الارض يعني البورصات والدول والحكومات اللي بتدعم البيتكوين والعملات الرقمية دول مش بيقولوا هبل ده بيقول لك هم عارفين دارسين هم عارفين المستقبل للعملات الرقمية فهو اللي عنده احباط دلوقتي يا جماعة طمن هي مسألة صبر بس دلوقتي الحتان ما بقوش حتان عادية الحتان بقت دول بقت رؤساء دول طيب عندك اهو الخبر ده دونالد ترامب نفسه هو بيدعم البيتكوين والعملات الرقمية وعايز يقول لنا البيتكوين والعملات الرقمية يبايع اساسا ايه ميدن امريكا يعني عايز يسيطر مش يسيطر يعني عايز يكون هو في الامريكا من الدولة الاولى اللي في العالم المصدرة او بتدعم البيتكوين والعملات الرقمية الخبر ده نازل على وسائل الميديا كلها بتتكلم عليه ففعلا ترامب دونالد ترامب الراجل ده فعلا وغالبا هو اللي هيكسب لان طبعا كل كل الاحسائيات بتقول ان هو اللي حيفوز في الانتخابات الفترة القادمة فهو الانتخابات شهر نوفمبر يعني يفضل كم شهر اربع شهور تمام فبداية الانتخابات بمجرد ما يحصل فوز ترامب في شهر نوفمبر هتبتدي بص تلاقي طبعا هو قبل ما يمسك الحكم تبقى في شهر اعتقد يناير عبال ما يسلموا الحكم مجرد ما يفوز في الانتخابات تلاقي العملات الرقمية نطة خرفية ما نحلمش كلنا بيها يعني حاجة ضخمة جدا فده نشايف المستقبل على المدى القصير والمدى البعيد اربع شهور ده مش مدة طويلة يا جماعة هي محتاجة صبر مننا العملات الرقمية هتعمل انطلاقة قوية فوق الخيال بس اما حاجة تستحمل ما تبعش بخسارة خليك دايما جامد احنا جامدين قوي المستقبل لنا ما تخافش الفترة الجاية دي فترة لنا فترة قوية الاسيريا من نارده عامل 3535 طبعا اداء طبعا نايم جدا واداء سلبي جدا لكل العملات الرقمية ولكن ابتدي اللي مش اللي مش هيبتدي الفترة اللي فاتت دي كان ابتدى او هيبتدي دلوقتي حينضب في المستقبل ليه انا مش بنصح طبعا بالبيع والشراء انا بقول لك انا بعمل ايه الفترة اللي جاية دي يعني فيه ناس يقول لك ايه يعني البيتكوين فيه ناس اكيد اللي فوتت فرصة نات اشتري البيتكوين بايام ما كان بعشرة دولار ودلوقتي شوف كام عامل كام الف دولار البيتكوين عامل النهاردة 66 الف وقت تصوير الفيديو فالاشتريب عشرة دولار عامل كام دلوقتي تمام نفس الكلام ده سعر البيتكوين حاليا حيكون سعر قليل جدا او رخيص جدا بسعر البيتكوين اللي متوقعين له يوصل فوق المية وخمسين الف دولار السنة القادمة فده طبعا لو وصل طبعا البيتكوين مية وخمسين الف دولار شوف الاسيريام حيكون بكام شوف الاكس ار بي حيكون بكام شوف السلانة حيكون بكام شوف البي ام بي حيكون بكام فبقيت العملات حتى شوف البيبي والميمي كل العملات اللي هي الميمي شوف حتكون أسعارها إيه فده طبعا الانطلاق القوية قريبا ما تقلقش في المستقبل لنا وإن شاء الله خير وأنا متوقع خير ومعاكو دايما وللقاء في الحلقة القادمة سلام يا جماعة